أهلاً وسهلاً تحياتي بالريش مرحباً وأهلاً وسهلاً يا أخي الأعمار كلها بيد الله والله لن يموت أنت ولا يتموت الصيب وطلع المشيء والمعلوماتك الخاصة يا بلادي بلادي وإنجارة علي بلادي لمعلوماتك الخاصة أنا أعيش في إسبانيا والمعلوماتك الخاصة البنك اللي فيه دراهمي في إسبانيا تدخل دراهمي ديال خدمتي عندهم ضمانة على أنني إذا توفيت فسيتولون مصارف نقلي وحملي لأدفن في الضورة مع آبائي وإخوتي وأجداد وأبناء عمي نصوى لك رأه ممتاز والله لعلك صحيح لا 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 أريد أن أدفن الله في المخيم سأدفنه مع أبي وأمي وإخوتي وأبناء عمي وأجدادي في مقبرة شرفته بغلت بالدورة شمال العيون ب35 كمتر قناعاتي لم تبدأت بحكمة أنني أريد خير للصحراء يا غير قناعتي تبدأت حول هذه القيادة من أنني أجبر نفسي مدفون في قبر تحت الأرض من الزقنيبية بجموعة من ساعة لكتيندوه الصحراء ما قدت وشافوها ولا قدت خبط فيها عمارة انفسخيني كي خلات نمي ومعالقيني وينطروا المالح ويشطني بصواويت الضوء وأثنين ينطروا المالح من البارد المالح من الحاسد وثبوه علي وفي الاستنطاق يستنطقوني على أساس قبلي تأكدت أن الثورة فقدت مصداقيتها وفقدت نوبلها ومع هذا ما ينتظروا لي كان الله لدي أمل على أنه ملا خاطئين إذا انتكدت فعلا على أنها قيادة مبنية على أساس الفساد والمصالح الذاتية والقبلية شوينة وتأكدت لي في الميدان ولهذا وفيت منهم وعلنت المعارضة ضدهم وقالوا عني جواز صفري وحرموني من ندخل المخيمات وقالوا عن تهلي في المنطقة المغرب هذا اللي أعطيته أعطيت خمسة وثلاثين عام وأنا نشوط في وسائل الإعلام ذي البوليزاري الحسن الثاني وعصابتي عصمان وابستوب وبعدو علياته من صوتي الصحراء الحرة تخاطبكم الجبهة الشعبي وهذه الجبهة اللي أعطيتها حياتي وشبابي وطفولتي وقوتي وعقلية كاملة جبرت عندها التعذيب واليهانة والقبلية شوينة والمغرب عددت لذكاله منين زبطه بزواج صفر موريتاني وجبرت أمي عاقب عربعين سنة مع أخوتي وعائلتي كاملة ما قالوا لي الثلاثة من الكلمات منين تجعى أمي مش يتبه المستشفى العسكري وعدتوا حل الله باش نحن يخلص لها المستشفى اتدخلت الدولة المغربية وتكلفت مصاريف مستشفى علاج أمي الله يرحمها في المستشفى العسكري بقليمي ومنفهم في المستشفى العسكري بالرباط ومنفهم بالمستشفى العسكري بالعيون وتمهم تكلفين أمورها إلي اندفنتي ونظن على الفرق كثير من بين هذا اللي جبرت عند القيادة اللي أعطيتها عمري وحياتي وشبابي ومراهقتي طفولتي ورجولي ومع المغرب اللي فلت خمسة وثلاثين عام انشوطهم فساد إعلام البوليزاريو وتؤكدت عن هذه القيادة ماشي بنا شور الاندثار وانا ما ارتمت بالعكس المغربية عاد الدولي باش نحترمهم وباش نقدرهم وباش نعرف عنهم دولة حقيقية ما هي مجموعة عصابة مافيا في البوليزاريو قيادة تتاجر معاناة الناس وتسمى راسها دولة في الربون إذا قبضوا احترامي وتقديري وتمهم الله محترميني ونقول رأيي بكل حرية في الرباط في وسائل الإعلام وفي الخارج ما يسأني حدش إذا كسبوا احترامي وتقديري وأنا مزلت الله مع القضية الصحراوي ومزلت الله ندافع عن كرامة النسان الصحراوي لكن لا أريد النسان الصحراوي أن تكون جحيم الحمادة بديل عن الوطن بل أريد جحيم الحمادة أن يكون قنطرة عبور لنحو الوطن وعنه عقب خمسين سنة وعقب هذه العدة القيادة الفاسدة وعقب هذه القبلية والانتهاكات السارخة لحقوق الإنسان والتعذيب لهنا عنا مات لعدنا من حلش ما وحلينثين للبقاء في الحمادة أو الحكم الذاتي واخترته بكل شجاعة أنا أكون مع الحكم الذاتي ضد البقاء في الحمادة لأني لا أريد الحمادة لشعبي كبدل عن الوطن مرحبا سهلا بك المواطن الصحراء بخمسة وربعين تسعة وستين ولك تحياتي وتقديراتي مرحبا أهلا ترجمة نانسي قنقر